موسيقى النشار الرياضية من الجزائر الدولية اهلا بكم خلج النجم المصري محمد سلاح لاعب ليفر فولا انجليزي عن صمته لأول مرة منذ اندلاع العدوان السهيوني على الشعب الفلسطيني ونشر صلاح فيديو باللغة الانجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي مدته خمسون ثانية بلسلة مؤثرة دع فيها كل رؤساء العالم الى وقف العدوان على غزة وتسهيل وصول المساعدات الى الالاف من الفلسطينيين وحق الفيديو الذي نشره النجم المصري نسبة مشاهدة كبيرة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الاوقات ليس من السهل الحديث عن الموضوع والادلاء بتصرح خاص شهدنا في الايام السابقة عنف ووحشية غاشمة تدمي القلوب لا يمكن تحمل وطيرة العنف المتصاعدة منذ السابعة جميع الارواح مقدسة يجب ان تتوقف المجازر العائلة تتقطع يجب السباح بتقديم المساعدات لغزة في اسرع وقته يمر سكان غزة باوضاع مزرية شهدنا مشاهد مروعة في المستشفى سكان غزة يحتاجون إلى الغذاء والماء والدواء فورا ونشد جميع رؤساء العالم لمنع قتل مزيد من الأبرياء كشفت صحيفة الباريزيان الفرنسية أن محامي النجم الفرنسي للأصول الجزائرية كريم بن زيما يدرس قرار رفع دعوة قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانيا الذي وجه اتهامات لكريم بن زيما وقال إنه على علاقة بالإخوان المسلمين في إشارة إلى حركة حماس الفلسطينية وذلك بعد مساندة بن زيما لفلسطين عبر حسابه الرسمي ونفى محامي اللاعب بحسب الصحيفة ذاتها بأن يكون لكريم بن زيما أي علاقة مع حركة حماس وأردفة المحامي أن الارتباط ليس موجود أصلا بين بن زيما وجماعة الإخوان المسلمين تلقى العديد من الرياضيين في مختلف المنافسات تهديدات من قبل الهيئات الرياضية العالمية بعد تسليط عقوبات تصل لحد التوقيف وفسخ العقود ضد الرياضيين الذين يعلنون تعاطفهم مع القضية الفلسطينية ويستنكرون العدوان الدموية الذي يشنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة صمت مخزن اتهامات خطيرة وعقوبات صارمة هي سياسة تنتهجها الهيئات الرياضية تجاه القضية الفلسطينية وكل من يدعمها وتحول دعم فلسطين إلى أشبه بالجريمة وسط ملاحقات ومضايقات بات تطال كل رياضي أعلن رفضه لجرائم الاحتلال الإسرائيلي فخلال الأيام القليلة الماضية تلقى العديد من الرياضيين العرب أو حتى الأجانب تهديدات ومضايقات بسبب أعلانهم التضامن مع فلسطين ولعل أبرز قضية أثيرت في الوسط الرياضي هي قضية الدولية الجزائرية صفعة طال والمنشور الذي أبدى من خلاله تضامنه مع الشعب الفلسطيني موقف الدولية الجزائري قابله هجوم عنيف من الإعلام الفرنسي ومن ثم تهديد من عمدة نيس بالطرد في حال لم يقدم الاعتذار قبل أن تقرر إدارة ناديه نيس الفرنسي إيقاف اللاعب إلى إشعار آخر بعد قرار المدعي العام فتح تحقيق أولي بتهمة التحريض على الكراهية والعنف وليس ببعيد عن فرنسا الأندية الألمانية تواصل بدورها تشديد الخناغ على لاعبيها إدارة باير ميونيخ طالبت من مدفعها المغربي ناصر مزراوي توضيحات بعد نشره فيديو يتعاطف من خلاله مع الفلسطينيين وقامت إدارة ماينز بفسخ عقد لاعبها الهولندي أنور الغازي بعد شهر واحد من انضمامه للفريق في حين شنت جمهير يونين برلين الألمانية حملة شرسة ضد الدولية التونسي عيسى العيدوني مطالبة بفسخ عقده ولم تسلم رياضات أخرى من هذه الممارسات الاتحاد الدولي للسباحة قام بحث في صورة المصري عبد الرحمن سامح هريدي الفائز بالميداليات الذهبية ببطولة العالم رغم نشره صورة جماعية للأبطال المتوجين يأتي هذا بعد أن رفض السباح المصري لاحتفال بتتويجه تنديداً بما يحدث في فلسطين ازدواجية معايير الهيئات الرياضية الدولية تجلت أيضاً في تساهل يصل درجة الدعم لرياضيين آخرين أعلنوا استفافهم إلى جانب الكيان الصويوني بل إن الكثير منهم تجهلتهم ذات الهيئات الرياضية عندما تعلق الأمر بتجريمهم لروسيا وتعاطفهم مع أوكرانيا هذا وعرفت قضية اللاعب الجزائري يصف عطال مع نديه نيس تطورات جديدة بخصوص منشوره الذي أبدى فيه دعمه لقضية الفلسطينية وأعلنت إدارة نيس الفرنسي في ذات الخصوص عبر موقعها الرسمي خضوع عطال لجلسة استماع من مسؤولية الفريق ما أوضح البيان أن مسؤولية نادي الفرنسي اتخذوا أول قرار تأديبي في حق الدولية الجزائري والذي يقضي بإيقافه إلى إشعار آخر قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف تعليق جميع المنافسات الكروية والنشاط الكروي في البلاد لأجل غير مسمى بسبب العضوان الصهيوني على غزة وعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأربعة تعليق كل المنافسات الرياضية إلى إشعار لاحق تضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد وفي بيان للهيئة الكروية قال الاتحاد أن القرار اتخذ احتراما لأرواح الشهداء الأبرار في فلسطين المحتلة أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر مشاركتها الفعالة في المسيرة الشعبية التي ستشهدها الجزائر اليوم تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني وجاء في بيان عميد الأنبياء الجزائرية أن المولودية يدعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الاستعمار الصيونية الغاشم وأذاف تعلن إدارة مولودية الجزائر تعمها المطلق ومشاركتها في المسيرة الشعبية التي تشهدها الجزائر اليوم أعلن الهلال السعودي إصابة نجمه البرازيلي نيمار جينيور بقطع في الرباط الصليبي الهلال قال في بيان على حسابه الرسمي أن الفحوصات الطبية أفضحت تعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي وأضاف ذات البيان أن اللاعب البرازيلي سيخضع لعملية جراحية لاحقا وستتحدد مدة برنامجه العلاجي بعد العملية أعلن القضاء الإسباني أنه تم توجيه الاتهام إلى أخوان لابورتا الرئيس الحالي لنادي برشلونة بطل الدورية الإسباني في الفضيحة التحكمية المتورط فيها النادي الكاتالوني وسبق للقضاء الإسباني أن وجه التهم في هذه الفضيحة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزي ماريا بارتوميو وسندرو روسيل على غرار خسي ماريا نيجريرا المسؤول التحكمي السابق وابنه وأضح القاضي المكلف بالتحقيق أن لابورتا الذي لم توجه إليه أي اتهامات حتى الآن أصبح متهما في القضية باعتباره كان رئيسا للنادي خلال فترة ولايته الأولى التي استمرت من 2003 إلى 2010 فاز المصنف الثالث الكازاخستاني أليكساندر بوبليك بمجموعتين دون مقابل على الفرنسي جريغوار بارير في لقائهما الأربعاء في مدينة انترويب البلجيكية في الدور الثاني وفاز المصنف الثالث بالمبارات في ساعة وسبع دقائق بنتيجة ستة أربعة وستة اثنين صعد بفضلية الفوز إلى الدور الربع نهائي أين سيواجه الفرنسي بريكارد ختمان الشرياضية لمزيد من الأخبار تابعونا عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة